قبل 33 عاماً قام السيناتور جوزيف بايدن بأول محاولة لخوض سباق الرئاسة الأمريكية وبعد تلك السنوات ها هو الرجل يعيد كرته مرة أخرى محاولاً إخراج ترامب من البيت الأبيض بيد أن بايدن عام 1987 ليس هو بايدن اليوم فالرجل البالغ من العمر 77 عاماً سيصبح الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة حال فوزه بالانتخابات في خاتمة مسيرة ربما تكون تتويجاً لرجل بدأت حياته المهنية في مجلس الشيوخ عام 1973 قبل أن يكمل 30 من عمره وقضى بين أروقته سبع دورات كاملة كان معظمها في لجنة العلاقات الخارجية التي رأسها بعد ذلك ومع خروجه من مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض بعد انتخابه نائباً لرئيس باراك أوباما قال حينها بايدن إنه يمكنه الموت سعيداً حتى وإن لم يتم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمر الذي تغير بمرور الأيام وعادت رغبة المحام الأولى تداعب خياله مرة أخرى فحينما كان بايدن يدرس القانون في الجامعة أخبر زوجته نيليا هانتر برغبته أن يكون عطواً في مجلس الشيوخ ثم رئيساً للولايات المتحدة غير أن زوجته لم تشهد أي من نجاحات بايدن وإخفاقاته فحينما كان يستعد لأداء اليمين الدستورية عطواً في مجلس الشيوخ كسادس أصغر السيناتور في تاريخه توفيت زوجته نيليا وابنته نعوم في حادث سير إضافة إلى إصابة ولديه بو وهانتر وفي عام 2015 توفي نجله بو بسبب سرطان المخ بما أصبح هانتر محامياً قبل أن تخرج حياته الشخصية عن السيطرة فطعت المخدرات والكحول وارتاد الملاهية الليلية وتم طرده من قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي في مقابل ذلك اتكأ بايدن على قدراته الخطابية لتجاوز تلك الأزمات فالرجل متحدث لبق قادر على إثارة المشاعر عبر خطاب مباشر وتلقائي يختلط بعده بالحشد يصافح ويربط على الظهور ويلتقط الصور كنجم سينمائي غير أن طريقته في لمس الناس ومصافحتهم وضعته في مشاكل كبيرة فخلال العام الماضي اتهمت ثمان نساء بايدن باللمس أو المعانقة أو التقبيل غير اللائق عبر طريقته الشخصية اللسيقة في تحية النساء وبالرغم من ذلك فالرجل بالنسبة لمؤيديه خبير في السياسة الخارجية وصاحب عقود من التمرس ومتحدث مقتدر صاحب لسان فصيح بمقدوره الوصول إلى الناس العاديين ورجل واجه بشجاعة مآسية شخصية كبيرة أما بالنسبة لمناوئيه فهو ابن مؤسسة الحكم في واشنطن وصاحب زلات لا تصدق أيمن جاد تي أرد عربي